اطلع رئيس عبدالفتاح السيسي على الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الدواء وجهود استكمال توطين الصناعات الدوائية المتقدمة في هذا الإطار لا سيما الأدوية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحيوية وكذلك صناعة المواد الخام وخلال اجتماع مع مستشاره لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة حيث وجه باستكمال العمل على إنشاء مراكز للتجميع وفقا للجداول الزمنية المحددة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة وكذلك الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا وقد عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين في هذا الإطار الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية مشيرا إلى الانخفاض الملحوظ في رصد حالات الإصابة بالفيروس بوجه عام وأن معظم الحالات التي يتم تشخيصها تعاني من آراد بسيطة دون مضاعفات وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة برامج توعية وحملات التطعيم للمواطنين عن طريق مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية مع تيسير الحصول على الجرعات المنشطة وفيما يتعلق بمختلف المبادرات الصحية القومية اطلع السيد الرئيس على مستجدات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية للحالات الحارية موجه سيادته بتحقيق الاستفادة المسلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية كما تابع السيد الرئيس سير العمل بكل من مبادرات تشخيص الأورام وعلاجها لدى السيدات ومستجدات توفير أحدث التجهيزات والمعدات في هذا الصدد وكذا جهود الوقاية من شلال الأطفال موجه سيادته بتعزيز حملات التوعية للتأكيد على تلقي كافة الأطفال حدثه الولادة لتطعيم المضاد لمرض شلال الأطفال والجرعات المنشطة منه أضف المتحدث الرسمي أن الدكتور محمد عود تاجدين أعرض كذلك مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة وقد وجه السيد الرئيس باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة كما اطلع سيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروع مدينة الدواء وجهود استكمال توطين الصناعات الدوائية المتقدمة في هذا الإطار لسيما الأدوية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحيوية وكذلك صناعة المواد الخام ترجمة نانسي قنقر